السلام عليكم ورحمة الله ازايكم متابعين الكرام عاملين ايه؟ يارب دايما تكونوا بخير معايا النهاردة 3 اخبار الخبر الاول عن نتيجة المسحة التانية للفنانة غادة عادل والخبر التاني عن الفنانة يسرى وبكاء وصراخ شديد جدا من امس والخبر التالت عادل امام توفية اكلينيكيا ده تحصريح الاطباء هنشوف اخبارنا سريعة جدا صلوا معايا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وهنبدأ باول خبر الخبر الاول عن الفنانة غادة عادل اللي نشرت على صفحتها ايجابية كورونا وكانت فعلا حالتها النفسية الكل لاحظ انها حالتها نفسية متدهورة جدا مش بسبب كورونا ولا ان الاعراض عندها جديدة ولكن بسبب خوفها من الموت طبعا الموت حق وكلنا لازم نكون عارفين ان اليوم ده جاي طبعا بسبب الانهيار العصبي تحولت للمستشفى كلنا عارفين ان كورونا محتاج ان المعنويات كن عالية شوية هي بقى طلع جزها بسبب لما شاف حالتها بالمنظر ده فطلع على صفحته اكتب ام اولادي مصابة بكورونا وانا اتوسل لكم من فضلكم ادعو لها بالشفاء لان حالتها متدهورة وكمان ابنها طلع وعمل نفس الموضوع وناشد الناس انهم يدعو لها هي من مبارح كتبت على صفحتها يا جماعة كفاية اشعاط ايوة انا تعبانة بس انا موجودة وما متش طبعا ربنا يكمل شفاها على خير وتقوم بالف سلامة وربنا يهديها مش هنقول اكتر من دي تاني خبر معانا هو يسرة يسرة طبعا كان عيد ميلادها مبارح كان المفروض انها تحتفل بي يعني الناس ديات مهما كان سنهم كبير فهم كده كده بيحتفلوا بعيد ميلادهم مرضيتش تحتفل ابدا بسبب عيد الامام وان هي عارفة ان اخبار عيد الامام مؤسفة جدا وانها كانت حزينة جدا وبكت بكاء شديد وده مش عادة يسرة يعني يسرة اه بتجمعها صداقة وارتباط شديد جدا بعد الامام بحكم ان هما اشتغلوا مع بعض كتير وكمان ان هما يعني هي نفسها قالت ده من الاشخاص الوحيد ده اللي اسمه يتكتب قبل اسمي هو الوحيد اللي كنت بتمنى يتقدم للجواز ده في برنامج صهرانين مع امير قرارة بالتحديد في البرنامج قالت كنت اتمنى يتقدم لي بس ما حصلش ان هو تقدم لي ولا مرة عادة الامام المرة لما سألوه عن يسرة قال لا انا عمري متجاوز من الوسط الفني مهما كان وكان حصل خلافات في الوقت ده ولكن ده مش موضوعنا يسرة كمان بقى لما عرفت الخبر بتاع عاد الامام لغت احتفالها بعيد ميلادها لحد ما تعرف تتواصل بابنه طبعا هيا مش عارفين ان اتواصل معي يعني هي قالت انا مش عارفة اتواصل معي من بعد تصريح رامي امام اللي قال من يومين ان الاطباء قالوا ان والده للأسف في لحظاته الاخيرة وحالته ميقوس منها فيما معناه توفق هو في غيبوبة كاملة يا جماعة محطوط على جهاز تنفس صناعي ما بقاش فيه اي وعي ولا اي حركة ده من تصريح ابن رامي امام في برنامج لما كل الناس كتبت وفاة عاد الامام طبعا لانه محبي كتير هو اه عمل حاجات كويسة بس برضو عمل حاجات مش كويسة مش هنكذب ان هو دخل بيوتنا بمشاهد اه ما ينفعش ولادنا يشوفوها وهكذا وحاجات كتير احنا مش هنتكلم عنها برضو ولكن ابنه في المداخلة قال انا حاولت ان انا اطلب من الاطباء انه والدي يسافر برا عندهم الامكانيات انه يسافر ولكن الاطباء قالوا ما ينفعش الاجهزة تتشال من عليه خالص لان بجد عياد الامام حالته حرجة بمعنى الكلمة هو على جهاز تنفس صناعي بيتلقى العلاج في غيبوبة كاملة فاقد وعي ما بقاش حاسس باي حاجة حواليه حتى ابنائه اعترفوا قالوا هو ما بقاش عارفنا الكلام ده زادت حالته جدا من بعد وفاة يوسف شعبان احنا عارفين ان عادي الامام صاحب واجب كبير جدا واي مثلا حفل زفاف او فرح او مثلا في عزاء بيروح وبيحضر انما من وقت وفاة هادي الجيار عادي الامام ما بيخرجش من بيته تماما في عزلة كاملة عن العالم بعد وفاة يوسف شعبان تم نقله الى المستشفى كانت حالته الى حد ما مستقرة ولكن للأسف من كام يوم بالزبط بعد اعتراف ابن رامي امام المخرج وقال وقدليا بكل تفاصيل حالة والده ربنا يكمل شفاء على خير ويشفي ما فيش حد بيش مات في مرض ولا في موت احنا كلنا معرضين في لحظة حد فينا يتصاب باي حاجة حدث على طريق اي حاجة طبعا ربنا يبعد عنكم اي شار بشكركم جدا متابعين الكرام على حسن المتابعة استنوا مني كل جديد بشكركم على دعمكم تأكدوا ان ما فيش معلومة هتنزل الا من مصدر موسوك منه ومصدر مقرب من صاحب الخبر بشكركم جدا جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة